السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد على قناة محترفة النات طبعا كالعادة بتجينا اسئلة انت ازاي حصلت على كمية المشتركين دي في وقت قليل جدا وازاي برضو حصلت على المشاهدات دي في وقت قصير جدا جدا اولا قبل ما ندخل في الموضوع انا ازاي حصلت على المشتركين دي اولا عايزين نخش في احصائيات القناة عندي ايام ما كانت القناة لسه مبتدئة وعايز بسبتلكوا ان انا كنت قناة زيكم جدا عادي جدا مفيش اي مشكلة اولا نخش زي ما انتم احصائيات القناة دي زي ما انتم شايفين دي قناة محترف النات اه زي ما انتم شايفين كده عندي هنا الاحصائيات كنت برضو ما بحصلش على مشتركين كان عندي فيديوهات وما بحصلش على مشتركين فجأة مثلا بحصل على واحد مشترك اربع مشترك في اليوم خمس مشتركين عشر مشتركين زي ما انتم شايفين مشتركين ايه عادية بعد كده مرة واحدة لقيت بقت بصلا بحصل على تلتمية وخمسين بعد كده تسعمية مشترك وبعد كده تمنمية بعد كده الف وتلتمية اتنين وخمسين مشترك في اليوم بعد كده تسعمية الف مشترك والف مشترك يعني كانت تقدروا كده تقولوا اليوم كان بيبدأ من آآ ستمية مشترك لحد الف وخمسمية مشترك في اليوم الواحد يعني كنت بحقق شروط آآ اليوتيوب في في يوم واحد كنت بحقق شروط المشتركين زي ما انت شايفين طبعا اه الف و مية الف وميتين اه وعشرين مشترك زي ما انت شايفين طيب انت ازاي بقى اه حصلت على كمية المشتركين دي ازاي احنا احنا بنعمل برضو زي اكده اولا عشان تعرفهم ازاي انا حصلت على كمية المشتركين دي وازاي القناة نجحت انا حقول لكم التجربة بتاعتي ولو نفست لو نفست كل اللي هقول لك عليه في الفيديو بتاع النهاردة فانت ان شاء الله مية في المية القناة بتاعتك هتنجح اولا يا جماعة دلوقتي انت عملت ايه انا دلوقتي في كنت قناة عادية جدا جدا زي اي قناة مبتدأ على اليوتيوب ولكن في حاجة اولا انت عايزين منك انك تكون عندك محتوى خاص بيك انت اللي بتقدمه عشان ما تقدمش اي محتوى مش بتاعك وفي الاخر مش هتستفاد حاجة لانه هتترفض في تحقيق الربح تمام طيب اولا انت هدفك في الاول في الاخر برضو ان احنا برضو عايزين نحصل على تحقيق ربح من الفيديوهات تمام يبقى دلوقتي اول حاجة محتاجين محتوى خاص بي وانا اللي بعمله محتوى ما يكونش منشور في اي مكان تاني محتوى انا اللي انا اللي انت عندك محتوى خاص بيك تمام المحتوى بتاعك الخاص بيك محتاجين ان هو يكون محتوى مفيد تمام يعني برضو انا مسلا بخش اآ ببحث مثلا على حاجة يكون عليها بحس برضو ومش حاجة مش عليها بحس خالص ابحث مثلا عن ربح من الانترنت آآ شفت الفيديو بتاعك بحثت عن الفيديو بتاعك الفيديو بتاعك عجبني لاني لقيت مسلا الشرح مفيد وشرح فعلا بجد يعني مش بتخدعني في الفيديو او اي حاجة فبالتالي انا هيعجدني الفيديو بتاعك وبالتالي عبارة الفيديو بتاعك هيكون مفيد ما يفعش مثلا انا اعمل فيديو اسمه لوش اي لازم اونشوره فقط كده لازم انك تعمل فيديو مفيد وفيديو هادف فيديو الناس فعلا تستفاد منه تمام طب انا دلوقتي عندي خلاص المحتوى بتاعي وعندي محتوى مفيد يبقى انت كده خلاص انت قدامك انك تنشر فيديوهات باستمرار ايه طيب على قد ما تقدر تنشر فيديوهات تنشر فيديو في اليوم فيديوهين في اليوم تلات فيديوهات في اليوم ومهم انك تشتغل على الفيديوهات على قد ما تقدر في الاول هتلاقي طبعا اه هم مشاهدات هتلاقي اربع مشاهدات مشاهدتين ممكن ما تلاقيش مشاهدات بعد كده هتلاقي عشر مشاهدات عشرين مشاهدة تلاتين مشاهدة اه ممكن تنشر فيديو تانية بتلاقيش مشاهدات وطبعا ده عادي جدا وده اللي انتوا بتشتقيكم انه وانا اساسا قناتي بدأت بكده زي ما انتم شايفين. كزلك برضو المشتركين والمشاهدات. فانت بتحصل على اربع مشاهدات اه في الاول ممكن تقعد كتير ما ما يتحصلش على اه مشتركين. تمام? فطبعا بحصل على مشتركين قليلة. بالتالي انت كل ما هتمنى تنشر فيديوهات هتيجي في يوم من الايام. ان شاء الله لازم هتلاقي في فيديو عندك في القناة. ضرب مرة واحدة وجاب اه مشتركين كتير. زي ما حصل معي بالزبط. انا عملت ايه? انا فضلت مسلا كان عندي المحتوى الخاص بي. فضلت ان انا انشر فيديوهات باستمرار. اه الفيديوهات ما كانتش بتجيب مشاهدات صراحة كويسة. كانت مشاهدات قليلة جدا. ومرة واحدة اه لما فضلت انشر في الفيديوهات بصيت لقيت الفيديوهات بتجيب مشاهدات جمدة. اه مسلا الاقي الفيديو مسلا بيجيب لي الفيديو اللي جاب لي تلتمائة الف مشاهدة. والفيديو اللي جاب لي مليون مشاهدة. انا كان عندي فيديو جاي بمليون ومتين مشاهدة. ولكن الفيديو ده طبعا ابطريت ان انا احزفه بسبب ان كان فيه بعض المشاكل. تمام? لان طبعا الفيديو ده كنت شرح فيه حاجة والحاجة اللي كنت شرح فيها دي طبعا اتلاغت. فبطريت ان احزف الفيديو عشان الناس متقولش علي ان انا ايه اه بقدم لهم طريقة خادعة. فبطريت ان انا في الفيديو دة رغم ان ان الفيديو ده كان بيحقى لكمية مشتركين كويس. لما الفيديوهات مرة واحدة لقيتها عجبت مشتركين فطبعا. آآ بدأت مسلا ابص زي ما شايفيت زي ما وردت كل احصائيات. لايجت نفتي حصلت مسلا على الف مشترك بعد كده حصلت على الفين مشترك في اليوم. الف وخمسمائة مشترك في اليوم الف وثلاثمائة مشترك في اليوم. في ممكن دلوقتي واحد قاعد يقول لي. طيب انت مسلا حسن معك كده انت قناة كبيرة. لا طبعا مش قناة كبيرة كنت لسه زي ما انت شايف المشتركين كانوا قليلين جدا ما كانش عندي اساسا مشتركين. زي ما قلتك في الاول كنت بحصل على اربع مشتركين او مشتركين حاجات بسيطة جدا. بعد كده حصلت على الاف المشتركين. ممكن برضو واحد يقول لي تاني طب انت جت معك كده مرة واحدة خاخت اه مشاهدات مرة واحدة. اه اولا عايز اقول لك طبعا ما انت بتقدم محتوى خاص بيك ومحتوى فعلا عليه بحس ومحتوى اه مهم ومحتوى حصر بتاعك انت وتستمر في نشر المحتوى لازم 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 هتلاقي في فيديوهات عندك في القناة ضربت وجابت مشاهدات كتير. لازم يحصل معاك كده عشان انت اليوتيوب بتفهم ايه الشخص ده عمال ينشر في فيديوهات والفيديوهات بتاعته بتعجب الناس. فاصبح ان كده اليوتيوب هيخلي فيديوهاتك تتصدر. الناس تخش على الفيديوهات متاعتك. فالفيديوهات هكتده تصدر ويجيب مشاهدات كتير. وبناء عليه طالما الفيديوهات بيجيب مشاهدات كتير. لازم هتجيب مشتركين كتير. تمام. طب ايه نعمل ايه تاني? طب احنا بالنسبة لنا مسلا ممكن الالف ومشترك تبقى سهلة شوية. طب والله اربع تلاف ساعة مشاهدة خلال اتناشر صار. فيه ناس هتقول لي دي صعبة جدا. ولكن العكس هي مش صعبة خالص. انت عشان تحصل على اه اربع تلاف ساعة مشاهدة اول نصيحة اديها لك انك تخلي الفيديو بتاعك اكتر من عشر دقايق. لان انت كل ما هتخلي الفيديو بتاعك اطول كل ما هتحصل على ساعات مشاهدة اكتر. يعني انا مسلا لو بعمل فيديو مسلا دقيقة. ومسلا شاهده ام. لو مسلا عايز اقول لك مسلا انا عملت مسلا فيديو اه وليكن على سبيل المثال عملت فيديو عشر دقايق. الفيديو العشر دقايق دوت مسلا حصل على عشر تلاف مشاهد. والعشر تلاف الشخص اللي شافوا الفيديو دوت شافوه للاخ. وعملت فيديو تاني دقيقتين. وشافوه برضو عشر تلاف شخص. هل انا هحصل على ساعات مشاهدة اللي هنا زي اللي هنا? لا طبعا مسلا ممكن تلاقي الفيديو اللي هو عشر دقايق حصلت منه مسلا على الف الف ساعة. ويه الفيديو دقيقتين تبص تلاقي نفسك حصلت على متين ساعة ولا حاجة. فطبعا اه اكتر حاجة هتفرق معاك جدا هي انك تخلي وقت الفيديو بتاعك كبير. تاني حاجة برضو البس المباشر. البس المباشر من اهم من اهم الحاجات اللي هتخاء هتزود ساعات المشاهدة كويس جدا. طب ازاي البس المباشر هيزود ساعات المشاهدة? اولا انت لما يكون عندك مشتركين هتعمل بس مباشر تتنقش معهم في حاجة اه بتقدم لهم حاجة عامل حلقة اسئلة بس مباشر. كل ما هتعمل بس مباشر الناس هتفضل قاعدة وبتشوف البس المباشر بتاعك. فالبس المباشر بتحصل عن طريقه على ساعات مشاهدة كتير جدا. وطبعا انا مجرب الموضوع ده. وطبعا اه التجربة كانت نكحة جدا 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 كانت نكحة مية في المية. وزي طبعا مواردكم الاحصائيات. وطبعا زي ما انتم متعودين احنا عندنا في قناة محترف الناس. ما بنقدمش الا الحاجات الموصوك منها فقط. تمام? يعني ما بنقدمش اي معلومة كاذبة ولكن لازم تكون المعلومة متأكدين منها. وبناء على تجربتي وزي ما وردكم الاحصائيات. فانا طبعا حصلت على يعني كنت بحقق حرفيا شروط اليوتيوب كنت بحقق بتاع الف ونص مشترك في اليوم الواحد. وطبعا طالما بتحصل على الف ونص مشترك في يوم واحد فطبعا ساعات المشاهدة لازم هتحققها طبعا في وقت وجيز جدا وهي دي كانت تجربتي وانت طالما بتنشر محتوى خاص بيك بتاعك انت وبتنشر فيديوهات باستمرار اهم حاجة ايه هي ايه يا جماعة? دايما اللي بتعملوه انت مثلا عندك قناة على اليوتيوب رحت نشرت لك فيديوهين تلاتة اربعة بتوعك. وقلت اما تقعد تشوف الفيديوهات ديت هتجيب مشاهدات ولا لا. وهو ده الغلط اللي المفروض ان انت ما تعملهوش. لازم ان انت تستمر هو السر كله كل السر ان الفيديوهات تكون بتاعتك. الفيديوهات تكون بتقدم محتوى مفيد. استمر في نشر الفيديوهات. طالما الخطوات دي متوفرة عندك ان شاء الله هتنجح مية في المية في اليوتيوب. حتى لما تيجي تقدم طلب لجوجل لجوجل عشان تحقق الربح هيبتدوا ان هما يراجعوا القناة. هيلاقوا ان القناة ديت اه قناة فعلا اه بتقدم محتوى مفيد. والفيديوهات اللي عليها فيديوهات بتاعتك انت. مش بتاعت حد تاني. فطبيعي لازم يقبالك طبعا ومش هيرفضك. وفي الاغلب طبعا في ناس بتاخد فيديوهات من بره وده الصراحة سبعين في المية من ناس بتعمل كده. بتاخد فيديوهات من بره وتدشرها عندها في القناة. وفي الاخر طبعا حتى لما يحققوا الشروط مش هيحققوا الربح طبعا وكل ده هيكون تضيع وقت على الفاضي. فطبعا انصح كل المتابعين عندي في القناة انصحكم جدا جدا تغفروا الشروط اللي انا قلت عليها اللي هي اول طبعا انك تكون عندك محتوى خاص بيك ويكون محتوى مفيد واستمرارية في نشر محتوى ويزود ساعات المشاة زود دقايق الفيديو يعني خليه من اول عشر دقايق الى فوق ويعمل بس مباشر كتير. وخلي برضو في الفيديو بتاعك حاجة تجذب المشاهد ان هو يكمل الفيديو للاخر. يعني انا مسلا لازم مسلا اعمل اخش مسلا في الفيديو اه اقدم للمشاهد حاجة بحس ان هو يعجب بالفيديو بتاعي فيستنى ويطول لمدة الفيديو كله ويتفرج عليه. فطبعا اه اتمنى جدا كل النجاح للقنوات. اتمنى النجاح لكم كلكم طبعا اه ياريت لو انت بتهتم بالمجال دوت فياريت تشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان نقدم لك كل اي حاجة تهمك على اليوتيوب سواء عن بلوجر او اه مجال الهواتف او المجال الكمبيوتر او الربح من الانترنت ياريت تشترك في القناة وياريت لايك للفيديو لايك بتاع الفيديو اه بيحافزنا جدا ان احنا نعمله فيديوهات تانية كتير. شكرا جدا استنونا الفيديو الجاي.